عشرات الضحايا يفقدون حياتهم على طول هذا الطريق الممتد بين محافظة مأرب ومنفذ الودعات الحدودي نتيجة حوادث السير وعلى الطريق ذاته أيضا بات وصول المسافر من خلاله أشبه برحلة حظ قد لا تحارف كثيرا من العابرين بعدما اتسم الطريق بالموت والخوف معا ارتفاع ملحوظ في حوادث التقطع ونهب المسافرين من قبل عصابات تجد من فراغ المكان والتساع السحراء مناخا ملائمة تقطعوا علينا بشخص في طريق العب يجيث ثمانة أشخاص كتفونا ونهبوا القادرة وخالونا يومين عندهم واليوم الثاني الصباح الساعة الثانية حطونا عند القادرة ولا أشوفهم قد يمفرر تكمن أهمية هذا الخط الدولي كون الجزء الأكبر من احتياجات الناس من القذاء والدواء والمشتركات النفطية تمر من خلاله إلا أنه بات ممرا للموت حيث ارتفعت معدلة الوفاة فيه إلى نسب مخيفة فعلا حصرت بعض الإشكاليات وبعض التقطعات لكن تم السيطرة عليها من قبل جهات الأمن ورجال الأمن ورجال القوات المسلحة والأمن أسباب رئيسية وراء هذا الارتفاع في عدد الوفيات والإصابات نتيجة حوادث المرور التي يتسبب بها ضيق الطريق وزحف الرمال المتحركة وأيضا بعض مسافتها غير المعبدة والمتهالكة بكثرة بالإضافة إلى التهور في كيادة المركبات مطالبات المسافرين هنا وجكواهم للسلطات المحلية للمحافظتين مأرب وحضر موت المتجاورتين استوجبت من الأجهزة الأمنية التحرك ونشر قواتها بنقاط ثابتة ومتحركة بغيات تأمين الخط الاستراتيجي والحد من ظاهرة التقطع والموت مستقبلا تكمن أهمية هذا الطريق الاستراتيجي كونه يمثل الخط الناقل لاحتياجات المواطنين غير أنه تحول إلى طريق للموت والخوف معا فهل ستنجح الأجهزة الأمنية في تأمينه وحماية المسافرين؟ لننتظر ونرى خليل طوي القناة بالقيس من على الخط الدولي محافظة مأرب